أنهى رئيس الدولة عبدالقادر بن صالح بموجب مراسم رئاسية مهم عدد من ممثلي السلك الدبلوماسي في الخارج وجاء في العدد الأخير من الجريدة الرسمية أن الرئيس رئيس الدولة أنهى مهم سفير الجزائر في ليبيا عبدالحميد بوزاهر وسفير الجزائر في أستراليا عبدالعزيز لحيول لإحالته على التقاعد فيما وقع بن صالح على مرسوم رئاسي آخر يقضي بإنهاء مهم كل من القنصل العام في موريال الكندية عبدالغني الشرياف والقنصل العام في اسطنبول التركية باهيابولبسير وقنصل الجزائر في الكافة التونسية عبدالعزيز ويدر منذ فبري 2017 وقنصل الجزائر في ميتس الفرنسية رحيمة بوقدوم منذ أكتوبر 2018 اشتركوا في القناة